السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفون اخواني 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 اشتركوا بخير بصحة سلامة الي اردتكم فيديو جديد بالسلسة اللي عم نحكي فيها عن جامعات ازربيجان والدراسة في ازربيجان اختصاط المختلفة اليوم هنحكي عجامعة كتير كتير مهمة من هام الجامعات في ازربيجان هي الجامعة الحكومية للنفط والصناعة او اسمها الاخر ازربيجان state oil and industry university مسماها الاخر في ازربيجان هي جامعة الازي هنحكي لعقصام الجامعة على الكاليف الدراسة بالجامعة على لغات الدراسة بالجامعة على البرامج الموجودة او خلنا اقول البرامج الموجودة بالجامعة ايضا عن الوراق القبول ومراحل القبول وكيفية القبول الجامعة فيها عديد من الاقتصاصات وعديد من الكليات فيها سبع كليات رئيسية الكلية الاولى هي كليات الهندسة اللي تحتم منها بين درج عنا الهندسة الكمبيوتر وهندسة الطبية الحاوية او يسموها الهندسة الطبية وعن الكلية اللي بعدها كلية الاقتصاد وعلاقات الدولية والإدارة والكلية بعدها كلية هندسة الطاقة وأيضا كلية البتروميكانيكا وأيضا كلية الغاز والبترول وعندنا كلية التقنيات الكيميائية وكلية الاستكشاف والجيولوجيا في حمد لوكنا شايفين جامعة فيها كتير من الكليات وفيها كتير من اختصاصات أغلب اختصاصات موجودة بها الجامعة تنبيه بسيط اللي ما شافوا ما دري وما عرف لحد الآن نحن فتحنا مكتب لخدمتكم في أزربيجان مكتب ليت خدمات طلابية وأيضا خدمات سلاحية على مرد أربع سنة أنا معكم ياها بحلقنا كتير من العالم كانت تجي تسحاكيني بأخر الصيبة تجي تسألني بدناك تسجلنا أو أنه سجلنا مع مكتب الفلاني نفعنا الرقم الفلاني تلتات أربعة تالاف دور أحنا وآلفين دور وشان تسجيل وشان رسوم إلى آخره وما زيسلت الأمور أوصل معنا مشاكل ويجي عندي اللي تعرف مكتب أنه نصحنا بمكتب رجاء نعطينا ما عندي أنا ما بعرف مكاتب ولا بزرق بحدة ولا بعرف حد فمشان هذا الشي مشان أنه يكون إذن الله تعالى أعون لكم مثل ما إني كنت نوعا ما أمنا وإني كنت أعون لكم بآخر أربعة سنين فلحت مكتب لتسجيل الطلاب وخدمات الطلابية جميع جمعات أزربيجان من جمعات طبية إلى آخر خاصة متاحة في أزربيجان وأيضا الخدمات السياحية طبعا حبيع تفاصيل أكتر موقع تبعا موجود بالوصف تحت نحن سماء خلصنا موقع لكنه موجود وعم يتم العمل عليه وأيضا هذا الرقم والتصالب قدامكم هذا هو رقم المكتب تبعنا لشان هتواصل معنا زي حصل على خدمات تبعتنا حيكون موجود أيضا بالوصف وأيضا زي أنت ممتابعين للقناة بالنسبة لخدمات الطلابية حيكون في خصم إلك فبس مجرد أنك تأظهر أنه أنت ممتابعين القناة وانت بعض كنشوتين أنت مشترك بالقناة حيكون في خصم إليك إذن الله تعالى تصل على أفضل خدمة ممكنة وحاجة على تقدم الدراسة على ثلاث مسئلات مختلفة وعننا أيضا بالتأكيد لغات الدراسة هي ثلاث لغات رئيسية اللغة الأزارية اللغة الإنجليزية اللغة الروسية كل برنامج ولغات المتاحة تبعه هلأ خلنا نحكي عن سوم الدراسة سوم الدراسة بها الجامعة جدا 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 مناسبة لفاية كبيرة من الناس تبدأ بألف وستمائة دولار للبكالوريوس ومكن توصل إلى ثلاث دولار تقريبا بالدكتورة حسب اختصاصه واختلافه طبعا هي التكاليف هي تكاليف سنوية رسوم السنة الواحدة هلأ بالنسبة لخطوات القبول الجامعية خلنا نحكي إحنا عن خطوطين رئيسية إنت عندك يا تأخذ سنة تحضيرية يا ما ما بتأخذ سنة تحضيرية شو اللي بيحدد هاد الشي بيحدد مستوى لغتك اللغة اللي انت ناوي تدرس فيها فإذا انت متكلم طريق باللغة الإنجليزية تمام وبدأ تدرس باللغة الإنجليزية وما يفوت السنة التحضيرية فتعمل مقابلة المقابلة بيكون رسومها تقريبا مية وخمسين دور والجامعة بناء على ذلك بتحدد مستوىك باللغة إذا كان مناسب ولا لا أما إذا انت مدرس خالصي بتقول لا أنا مستوى لي ما سنضعيف نوع ما سواء لغة روسية إنجليزية أزالية راجع لك ولا ما بدي يفوت مقابلة بتفوت مباشرة على السنة التحضيرية السنة التحضيرية بيكون رسومها تقريبا ألف دور وبهي اللغة انتبع علموك اللغة بشكل أساسي وبعض المواد المتعلقة بالاختصاص تبعك فأنت يعني بتعمل مقابلة وبتشتازها يعني ما تفوت مباشرة مضم مقابلة وتروح على السنة التحضير هلا بالنسبة للمستندات شو الوراء مطلوب منك بشان السجد طبعا أول شي ياز كون الوراء بها باللغة الإنجليزية بياب اللغة الروسية مشان التقديم المبداية بعدما بسجي أسجر بيجان ممكن تتجمع اللغة الأزرية وتصدقها لكن لازم يكون المترجم معتمل خلاص من هالنطن طب شو هي الوراء أول شي عنا جواز السفر هاي الشي أكيد تاني شي عنا الشهادة التعليمية بزي انت فايل بكالوريوس بدك شهادة ثانوي بزي انت فايل بكالوريوس بزي انت فايل الدكتوراه بدك شهادة ماستر وهلو مجرى بنفس الطريقة يعني الدرجة العلمية اللي انت ماسيكها أقصى درجة علمية عندك ياها بتقدم لهم ياها بتكون مترجمة أكيد بدك كشف الدرجات كشف الدرجات للفئة العلمية أو لش هالة العلمية اللي كان معك ياها أيضا بدنا صورة شخصية أكيد بدنا سي في هاي الوراء كلها تمطلوم منك أنت مشان تجيب الجامع ما في وراء معقدة ما في وراء غريبة نوعا ما ممكن الوراء هاي انت تصدقها ممكن تصدقها انت من الخارجية بدء انت عايش فيها الجامعة. ممكن تطلب انت من الجامعة تسجيلك بموقع وانه بدك نسكن جامعي. رسومه رسومه مسابتة بتختلف كالسين مش عينيك ما في نعطيه رسوم سابتة عليه. لكن في سكن جامعي. صلاح ان احنا باغلب فيديوهاتنا ما منزلح بالسكن الجامعي. عدة اسباب مختلفة سواء من نظافة من خدمة من مشاكل. نحن دائما نكون شخص لأ ساكن برا سكن الجامعي اما مع اشخاص او الوحدة بشق مستأجرة. لكن ممكن بداية سكن جاءكم اخياء كتير مثالي وبداية عشان انه تسمع عرفان البلد يعني لحب ما تزبطوا امورها. ازا انت ساعتك بالفيديو لهون رجاء نحط لايك اشترك بالقناة هاد الشي كتير بيفيدنا وعلق وشان انتشار الفيديو للجميع وكتير من الناس الفيديو الصابق حكينا في عن الجامعة الطبية كتير منكم ما شافوا ما علطوا عليه ما انتشار عالم ما شافته احنا الفيديوهاتنا هي هدفها الاساسي تفيد العالم وتستعلم وتعرف كيف التسجيل وكيف الجامعة ولاس يشايعنا فرجاء نحطوا لايك اشتركوا تبطوا علقات خلي الفيديو انت شاولك اللي يشوفو. في سؤال كتير كتير من كتير من سهل في اختصاص بالجامعة نعم في اختصاص بالجامعة. طبعا التسجيل كيف بيتم التسجيل بيتم عن طريق منصة وزارة التعليم بتسجل في تعمل في حساب وبتكمل الاجراءات وميطرص على خدمات مكتبنا لكما قبل شوي شفتوا مكتب جديد فتحنا لخدمتكم التسجيل والطلاب وايضا للسياحة في ازاروبيجان فازلت كنت مهتم واحد منهم او ازا عندك اكيد اي سؤال اي اتفسار شخصي كنت تواصل معي على الانستجرام او على الانستجرام بإذن الله تعالى ازا عندي يعني المفيد لك بالموضوع وما بنقص عليك باي معلومة. هذا هو فيديو اليوم. كنا في فيديو عجبكم. شكرا في فيديو جمالي. مع سلامة.